السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد سعيد من قناة تأسيس بلون تعقيد وان شاء الله النهاردة هنتكلم عن فيديو مهم جدا اتنين صح يعني الاحد والعشرات كمام الفيديو ده هنتقسم لجزئين هنتكلم عن القيمة المكانية وعن القيمة العادية او رقمية تمام يعني هنبتدي بدايات لو اول مرة اي طفل ياخدهم تمام هتعلم مع ازاي ولو طفل اه اه مسلا او ومحتاج يعرف الفيديو المكانية والعادية هنقول له يفرق بينهم ازاي? اه الفيديو ده انطلب بني كتير جدا جدا جدا. وراء وقلم. مسجل. تمام? انا عشراحة طريقتي. اه غير اي حد طبعا. تسهيلا على حضراتكم. هنتكلم عن الوانس. او الوانس والتيمس. الاحات والعشرات. تمام? اه اه بداية. مسلا رقم زي ده كده. تيرتي. فايف. تيرتي فايف. طيب انا هشرحها لابني اول مرة. طيب ازاي? لازم كل ما خلص من من طبعا. ويعرف ارقام كويس. يعرف دي لازم يعرف ارقام تمام? هقول لي بقى. هقول له. اه اه تمام? اذا فرست نمبر اللي هو الجانب اليمين. من ناحية اليمين. دي اسهل طريقة يا جماعة. اللي هو الايه? اللي هو الوانس. اه اسمه ايه? او يونس اللي تنصح. هنمشيها وانس. تمام? يبقى از كولد بنقول عليه ايه? ايه? وانس. عشرات. يبقى اهو. يعني هنا الفايف فين? في في خانة تمام? واقول له بالعربي. بعد ما قلوه بانجليزة والعربي عربي واقول له الرقم الاول بنقول عليه احد. والرقم التاني بنقول عليه عشرات. اقول له له مائس. لازم له له بالانجليز. اذا فرست نمبر اذا كولد. اه اه تنز. طبعا هو اخذ ابلي كده الجمع. ويعرف ان احنا بنجمع من فين? من 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 جنب اليمين. يعني بجمع الوانز مع الوانز والتنز مع التنز. اللي هو الرقم ده. الاحد مع الاحاد والعشرات مع عشرات. طيب الرقم ده هقراجز بقى. اذا سيرتي فايف. يبقى اه الرقم اه اه الاول بنقول عليه احد. اه اذ كولد وانز. اذ كولد وانز. اذ يعني الرقم الاول بنعلي احد والرقم التاني بنقول عليه عشرات. تمام? ده بالنسبة لبدايات اللي ايه? البدايات. طيب قدلوا امثلة عليها ازاي دي يا مسر? او يعرفها ازاي? هقول لكم حد جيب كرسته تمام? وتفضل تعيد معي. هتقول له كده. الرقم الاول بنقول عليه احد والرقم التاني بنقول عليه عشرات تاني. ونفضل اكرر فيها جماعة لما يحفظها يعني الرقم الاول بنقول عليه احد والرقم التاني بنقول عليه عشرات. طيب هنقول عليهم امثلة ازاي? او ايه? ده بداية يا جماعة ما اقولهش فقط كده. هقول له الرقم الاول بقول عليه او الرقم اتبعه عليه تانس. تمام? هتدي له واجب ازاي او هم واجب ازاي? هقول له كده. تمام? هتدي له واجب ازاي? هقول له. مسلا هعمل له كده فوق في الكراسة قسمها نصيه مسلم او اعمل له كده تمام? واكتبه هنا وانس اكوال نقط وتنس اكوال نقط وانس اكوال نقط وتنس اكوال نقط. يعني ايه الكلام ده يا مستر? هقول له. يعني هنا انا انا هنا ايه هو الرقم اللي عندي في الاحاد? وايه الرقم اللي عندي في العشرون? فهو طبعا هابقى عارف حلق ده ومسألة. هقول له احنا قلنا ايه? 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 من جانب اليمين? هيكون الكام? هيقول له اكتب هنا طيب. هزا ساكن نمبر فين? هيقول له ده. يبقى تقع في خانة والثري تقع في خانة الايه? ده كبداية. وكفاية عليه? حصة واتنين وتلاتة واربعة نفس النهج بالطرقة دي. دي اسمها يا جماعة دي اسمها يعني القيمة المكانية. طب يعني ايه القيمة المكانية يا مستر? يعني مكان الرقم فين? قاعد فين? بيته فين? ساكن فين? مكانه? مكانه في الوانز ولا في التنز? مكانه فين? في الوانز ولا في التنز? لو اول رقم هكون ساكن فيه اه في البليس بتاعه هكون في لو ذا ساكن نمبر الرقم التاني واحنا قلنا من فين? من جانب اه لو اه اه تنزي. يبقى الرقم الاول هتحطه في الاحاية. ده بالنسبة لبدايات الكيجي. تمام? خلاص اتقنها حصة واتنين وتلاتة واربعة وعايز اقول له يعني ايه? او القيمة العادية. هقولها له ازاي? طيب عايزين بقى اه حصة واتنين وتلاتة واربعة واتقن خلاص القيمة اعرف الاحد فين والعشرات فين? تمام? عايز بقى اديه القيمة العددية اللي هي تمام? هقول له ايه بقى? هناخد كده. ورقم مسلا زي تمام? احنا قلنا ايه ازا وانز وزا ساكن تمام? هقول له في القيمة العادية بقى اه 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 تمام? يعني ايه الكلام ده? يعني الاحاد بينزل زي ما هو. الاحاد هو هو. ما بغيرهش خالص. بحط صفره قدامه. بحط صفر ايه? قدامه. وبالتالي ها الرقم ده فورتي تو. يسمعها بقى ايه? القيمة العادية. لو قال لي اه لو قال لي كده في السؤال بتاعه اه اه يا عايز انهي عايز الكيمة المكانية اللي هيكتب ارقوم بس واقول له كده كيمة المكانية هرقوم دس يا اما يا اما تنسة. اكتب وانس يا تنز. اما لو قال لي ساكن هكتب كده الارقام ده عايز كيمة الرقم ايه? في صفر لما فيوش صفر. ما تكمل على دية بتاعته. يبقى هقول له كده. هناك قلنا له هنا هقول له يعني هينزل زي ما هو بحط قدامه ايه? عايز صعبها شوية عليه زيرو. هحط قدامه زيرو. يبقى آآ آآ فرست نمبر اذ كولد وانس يعني الرقم الاوليان احد. طيب الكمال العادية بتاعته زا 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 از اه سيم سيم هو هو هينزل زي ما هو اما تنزز آآ زيرو تمام آآ 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 تمام هحط آآ قدامه صفر هحط قدامه صفر ده بالنسبة لي والايه والفاليو يعني القيمة المكانية وعادية واعرفه كده القيمة مكانية يعني عايز مني هكتب كلام هكتب بس آآ آآ حروف هقول يا وانز يا تنز اما الفاليو بس لو قال لي فاليو سكت لو قال لي فاليو سكت حط الايه بالمنظر ده زي ما هو والتنز حط قدامه ايه صفر زي ما احنا قلنا. طيب هنا جيبلي شوية امسلة بقول لي يعني اكتب القيمة المكانية. طيب انا بس لعشان مش عشان وقت الفيديو وهي عادتش كلمة ده نعمل اسئلة اكتب القيمة المكانية وجيب لي آآ آآ تمام آآ هروح مشاور على كده هقول ده اسمه ايه ده هقول لي حبيبي فين هنا فين؟ تمام احنا قلنا يونت او وانوز لتنز صح حشان محتش اطلا يقول انت بتقول غلط لتنز صح تمام هنا 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 فين؟ هقول له كده فين هو؟ هايقول لي يبقى دي فين؟ احنا قلنا فين؟ ها في العشرون طيب هنا 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 اهو ده هيبدا اسمه ايه؟ اسمه الوانس اسمه الوانس طيب فين؟ هايقول لي مين؟ هقول له ده اسمه ايه؟ احنا قلنا يا جماعة اتفقنا ان هكتب هكتب بس ارقام هكتب حروف مليش علاقة خالص يعني كلمة مكانية مكانه فين؟ اما في الوانس اما في التنز ما هكتبش ارقام تمام؟ هنا فين؟ هقول ده هقول لي ده هقول لي يا ماما انا عرفت ان هو خلاص ده ايه؟ اسمه اسمه ده لو عايز مني ايه؟ لو عايز مني ال اه فوق هيت رايت الكيمة المكانية طيب لو قال لي رايت زا لو قال لي بس وسكت يبقى عايز هنا في قيمة العدد طيب احنا قلنا زي ايه؟ هاي؟ هايقول لي ده هقول لي زي سيم سيم احنا قلنا لاحية بينزل زي ما هو سيم سيم طيب التنز ماله بوت زيرو برافو عليك بوت هذا السكس وحبطينا قدامها زيرو هقارى هزي بقى سيكست ثري سيكست ثري تمام ههه التمانية هنا فين في الوانز حينا قلنا الوانز ماله زي ما هو ينزل زي ما هو تمام السيفن فين اقول لي في التنز احنا قلنا التنز مالها هنقول لنحط بوت زيرو بوت زيرو يبقى ايه الفايلو بتاعته سيفن تي امامه هنا بقى فورتي فور سور السيفه شائر للنبر هاقول لي الفورت ماله الماله وانز منزل زي ما هو تمام طيب السكت النمبر هاقول لي مين الارباعة التانية ديات الفورتانية طيب احنا قلنا بنعمل فيها ايه في تنز بتنز هى بوت زيرو بنحط ايه زيرو يبقى اللقف خلاص للموضوع. هقول له زي سنكن يبقى الرقم الاول بيقول عليه احد والرقم التاني بقول عليه عشرات. خلاص خلصنا خلصنا. تمام. بقرام نين? بقرام الشمال يمين. هنا تمام? آآ آآ تمام? طيب الشرك التاني هيكون محتاج مني ايه? اكتب بس كلمات. اكتب حروف ذا بليز فاليو. ذا بليز فاليو. هكتب ايه? هكتب حروفيا. اما وانز يا اما تنز. طيب. اعرف مين وانز? احنا قلنا. خلاص. طيب لو عايز لو قال لي اكتب اكتب القيمة. يبقى هو عايز قيمة العدد. قيمة الاحدد. احنا قلنا القيمة العادة يبقى ايه بقى اشرح له كده. اه زي ما هي. الاحد بينزل زي ما هو. الاحد بينزل زي ما هو. ده اسهل طريقة. حطوا قدامه صفر. حطوا قدامه ايه? صفر. طبعا هديله اسئلة من الشكل ده. هجيب له مسلا اه زي ما احنا عملنا كده. واقول له شك ده اعمل قيمة المكانية. والشك ده اعمل قيمة الايه? اعادية. ده مطلوب من الكي جي تو. متقدم شوية. هشرح له الاول. اقول له وفضل اكتر من الحصة. اكرر له فيها لما ادي له وادلوه عليها مثالي زي ما انا قلت. ويتقنها. هبدأ انقل له على الايه? على الفاليو. قيمة العادية بس. اللي حاجة ينزل ما هو العشان حطوا قدامه صفر. ده كل ما يخص الفيديو انطالب من كتير يا رب يكون عجبكم. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.